مجموعة من الفلسفة الألمان في هذه الحقبة أعلنوا إلحادهم آرثر شوبينهاور صاحب العالم إرادئي وتمثلا لدينا طبعا كارل ماركس وصاحبه ماركس كان ملحدا بلا شك مثل إنجلز وطرح مسألة الإله من جهة النفي أو إلحاد كمسلمة لم يقدم مبررات عقية وفلسفية على إلحاده بالنسب له مسألة مخطوعة بها ما في إله انتهينا مش حقدم مبررات لماذا؟ لأن ماركس كان لا يحب هذه التنظيرات الباردة ماركس كان يرى أن وظيفة الفلسفة التي ينبغي أن تطلع بها حقا هي تغيير العالم الإنساني تغيير المجتمع تغيير الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقال كلمته الشهيرة لقد دأب الفلاسفة لقد دأب الفلاسفة عبر العصور على أن يتأملوا العالم يحاول أن يفهموا العالم نحن علينا أن نغييره مش المهمة نحن نفهم ونحاول أن نفهم زي هيكل لذا كان يتأثر بدي لك تيكل هيكلي الجدل التيز والأنتيز والسنتيز الأطروحة يعني والنقيضة وبعدين الجميع كما يقال تأثر بهذا لكن لم يعجبه تفكير هيكل المثالي المغرق في التجريدية قال لا قال هيكل جعل الفلسفة تمشي على رأسها أنا سجعله تمشي على رجليها كيف نغير العالم لابد أن نغير العالم وتعرفون نظريته في البناء الفوقية وأنها انعكاس ونتاج للبناء التحتية وهكذا أما أنه كان ملحدا فقط كان ملحدا لم يقدم مبررات عقلية وفلسفية للإحادي كما فعل غيره لم يقدم أرسلها أرسال المسلمات ترجمة نانسي قنقر